تنحسر ساحات القتال السورية إلى جبهتي إدلب والحدود مع تركيا يقابلها اشتعال نيران الحرب على جبهة الاقتصاد حصار غربي ازدادت وطأته منذ إعلان واشنطن رسال جنودها إلى حقول النفط في دير الزور والحسكة حرمانا لخزينة الدولة منها ضغوط لم تتوقف لتبلغ أوجها مع تأثيرات الحراك في بيروت غربا وتظاهرات بغداد شرقا على سوريا هم يعرفون جيدا ماذا يفعلون في شرق الفرات من جهة تسكير المعابر مع العراق ومن جهة أخرى السيطرة على الموارد النفطية اللي بالأساس ممكن تأمن للداخل السوري لاستهلاك من المشتقات النفطية وتؤمن جزء ممكن من القطع إذا كان ممكن للتصدير تدرك دمشق خطورة الحرب على اقتصادها الأولوية هي للحد من تأثيرات مدمرة تكمل حربا أتت على البنى التحتية خلال سنوات زادت أجور العاملين والعسكريين وضبطت الأسواق إجراءات تواجه حربا قد تكون الأشرسة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار التسعمائة ليرة سورية في السوق السوداء على المدى المتوسط والطويل هناك سياسة إحلال المستوردات قد تكون حل كبير توفر استنزاف القطع الأجنبي على سبيل المثال تسجيع المزارعين ودعمهم تسجيع الصناعة المحلية تسجيع العاملين للصناعيين في القطاع الخاص الإجراءات الحكومية ركزت على المضي في تمويل السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيوت هو حليب الأطفال والأدوية محاولة للتخفيف من معاناة قاسية تضغط على كواهل السوريين يراهن كثير من السوريين على أن من تجاوز الصفحات الأصعب في الحرب السورية قادر على تجاوز هذه المحنة التي تمسهم في لقمة العيش لكنها معادلة تستوجب آداء نوعيا يساعد الحاضنة الشعبية للدولة على تخطي محطة قاسية تواجهها محمد الخضر دمشق الميادين